إجراءات الاستعجالية في مدة 48 ساعة وأن اليوم وقفتم من قد السيد وزير ما هي الإجراءات الاستعجالية في 48 ساعة؟ هو بالفعل تم تناول إذن هذه المعضلة التي يعيشها المواطن بصفة حادة والتي أحسبها السيد الرئيس الجمهورية وكان النقاش لمدة ومن خلال هذا النقاش أخذ السيد الرئيس الجمهورية إذن أهم قرار وهو انتقالي مع زميلي وزير الرئي إلى تيارة لإيجاد الحلول المناسبة ولإيجاد حلول ظرفية للظرف هو حاس أن المواطن لمدة 12 يوم وربما أكثر وما عندوش الماء في الحنفية هذا ما يثير القلق وأن نتفهمه المواطنين لبعض منهم أخرج ولكن لابد من حلول نحن كسلطات عمومية لابد أن نجد هذه الحلول وخاصة عندما يكون على رأس هذه الدولة رئيس كيماء الصيد عبد المجيد تبون ولاية المجاورة من الجزائر العاصمة اليومبرك نحقوا 14 شاحنة ذات حجم كبير من المصغر 11 شاحنة ذات حجم كبير الحمال المدني أو لهنا معنا سيد المدير العام الذي أبيلن يرفقني مع سيد المدير العام للأمن الوطني كذلك أكثر من 10 شاحنات كانت شاحنة وزادوا 10 ثاني من الحجم الكبير المتدخلين آخرين وممكن الولايات الأخرى كما الجلفة كما الناس بزافة لرغم يساهموا ويشاركوا إذا متابعين الكرام كما سمعتم فضيحة مهزلة كارتة بكل ما تحمل الكلمة من معنى هذه التصريحات هي دي الوزيرة الداخلية الجزائري لقال لك بأن نعم جد حشكم يوم أمس اتخذ أهم قرار شنه هو أهم قرار قال لك سيفة وزيرة الداخلية ووزير الري إلى ولاية تيارة اللي تقطع عليها المال الحسد يلم ما مكينش فهذه الولاية كاملة مع العلم أن المال تقطع في كل حضيرات الجزائر حتى العاصمة وهذه المسألة شنهاية في فيديو سابق لكن دعونا نركزوا على هذه الفضيحة على هذه التبهديلة يوم أمس عم جد حشكم قل ليهم عنكم 48 ساعة لكي تحلوا المشكل 48 ساعة وقال لك وزيرة الداخلية بأن عم جد حشكم رئيس الجمهورية يولي هذا الملف في اهتمام خاص والناس سولوا هذا بشنه هي الحلول لتأخذته لكي تحلوا هذه المشكل المشكل من القطاع الماء قل ليهم ودي جمنا سيترنات قل ليك الولايات الأخرى تضامنت مع ولاية سيارة وصيفته سيترنات شاحنات دي النقل المياه معروفة شاحنة السيترنات قل ليك سيدي صيفته 14 في 14 في 10 14 في 14 في 10 هي تقريبا نقول لكي نحن شئة 40 تقريبا 40 شاحنة هذه هي الحلول هذه هي الحلول اللي قل ليهم مع مجهد حشكم عندكم 48 ساعة بشلقوا لي حلول أجل نعطيكم دبا واحد معلومة صادمة واش عارفين عارفين عدد سكان ديال هاد الولايات عدد سكان ديال ولاية تيارة عدد سكان ولاية تيارة مليون نسمة مليون نسمة مليون نسمة قطعات على يوم الماء مليون نسمة حاولوا تستعبون الرقم مليون نسمة مليون نسمة مليون نسمة الحلول اللي عم جد حشكم صيفة ليهم 40 ما وصله 40 أصلا احنا مشو معهم في 40 قال لكم صيفة ليهم 40 شاحنة ديال نقل المياه لمليون نسمة غسلنا 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 وفي الساعات المقبلة ستشاهدوا الناس سيتهجم على هذه الشاحنة لماذا 40 40 40 شاحنة 40 سيترنا ستكفي مليون نسمة يمسخة الوالدين 40 شاحنة ووزر الداخلية قال لكم بلعن نجد حشكم الرئيس اتخذ القرار الرئيس فعل كذا الرئيس معرفتنو الرئيس يولي اهتمام خاص عم نجد حشكم كذا مصيفة 40 شاحنة لمليون نسمة مقطوعة اليوم الماء وعرفوا حجم الكارثة وعرفوا حجم المصيفة التي وقعتها في حضارات الجزائر كيف انت بعقلك ستحاول تستوعب ان مليون نسمة ستشربوا من 40 شاحنة مليون 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 تخيلوا معي هذا الرقم وقالوا وقالوا في القناة الإعلامية ومتخذ القرار في 40 ساعة ومعرف ماهو هذا وين الحل الذي يجب ليهم في 40 ساعة ومهما جندوا مهما جندوا من الشاحنة زي النق المياه لا يمكنش أبدا على أنهم يعتقوا هذ المليون النسمة من العطش مستحيل ماهو يجبون مياه 100 شاحنة 100 شاحنة 100 شاحنة ستكفي المليون 1000 شاحنة ستكفي المليون هذو مسفتة 40 مسفتة ربعين وقال لك هذه هي الحلول المسهجلة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ها والبوص يبقى عليه الماف العاصمة قالوا رئيس هنا يا أخو رئيس الجمهورية يا أخو وغالبا في غالب الضم في قادم الساعات ستوقع شيء مصيبة لأن لا يمكن أن يكون 40 شاحنة ستكفي المليون شخص غالبا ستوقعوا اقتتالات ستشوفوا طوابير ستشوفوا الناس تضرب بعضها على ود الماء لأن الماء لا يوجد لأن الماء سيقتلخوه على ود الماء فما تصل القادية للماء؟ القادية خطيرة جدا ومساخت الولدين في نظام حضارات الجزائر على ما يبدو أنهم لا يعون بحجم الكارثة غير واعون بحجم المصيبة الكحلى غير واعون بحجم الكارثة التي حلت بهم ومقاسم قابلين المغرب ومقابلين المغرب وبنبطوش وصحرة غربية ومغربياش والهدراء الخاوية بقيتم قابلين المغرب حتى تدخلتوا في الحيط يا مساخت الولدين المغرب لديهم جفاف نحن نعاني من الجفاف ولكن لم نرى الكهوالي في المدن المغربية خصوصا المدن الكبرى نعم نرى بعض الإجراءات التي كانت اتخذتها مثلا السلطات مثلا الحمامات عندهم واحد الوقت معين الذي سيخدمون فيه الغسل للسيارات تحتوهمها نفس المشكل لكن على ما أضم بعد تسقطت الأخيرة رجعت الأمور كما هي لكن لم نرى الكارثة في نفس الوقت نرى المغرب خدام على مشاريع تحليات مياه البحر مثلا الضال البيضاء سيكون فيها أكبر مشروع تحليات مياه البحر في إفريقيا لم نظمرنا ولم نحل المحيط الأطلسي كامل لم نقلنا أي شيء من هذا مغرب خدام ماذا كانوا يعملون؟ حاضين المغرب حاضين المغرب حاضين المغرب مغرب 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 خصوص مغرب مغرب مهما مغرب 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 خلال السدود والسدود عنده يمكن أن تنشف هذا يريد أن يعتقوا مليون نسمة ب40 شاحنة من النقل المياه هذا ليس ما قلته وزير الداخلية من يقال هذا ليس تصريحة وزير الداخلية سمعتم إليه بصراحة العبارة والأمور كانت واضحة متصريحة للمسخوط الوالدين والوزير الداخلية بالمناسبة قبل أيام هذا الوزير الداخلية بذاته كان يخرج في تصريحات وقال بأن المغرب يتآمر على الجزائر ويريد أن يقضي على الجزائر هو نئة الوزير هذا أو هذا ما حصل في المشكلة المياه ومن بعد يخرجون لك المغرب هو السبب المغرب هو السبب فهذه الأزمة كما العادة وكما أعتدنا دائما متابعينا كرام خلونا أراضي لكم في التعليقات حول هذا الموضوع وحول هذه التصريحات الكاريسية دي الوزير الداخلية جزائرية وأراكم في فيديو قادم